اسم التجربة كيف يمكن عمل بطارية من حبة ليمون الهدف من التجربة تفحص آلية عمل البطارية عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة غسل اليدين جيدا قبل تنفيذ التجربة وبعدها أدوات التجربة شريحة من الخارسين شريحة من النحاس حبة ليمون جهاز قياس فرق الجهد خطوات إجراء التجربة نحضر شريحتي الخارسين والنحاس ونغرسهما في حبة الليمون ونترك بينهما مسافة سنتيمترين نوصل الطرف الأسود لمقياس الجهد بشريحة الخارسين ونوصل شريحة النحاس بطرفه الأحمر ثم نلاحظ قراءة فرق الجهد ونسجلها ننزع إحدى الشريحتين المعدنيتين من الليمونة ونلاحظ ما سيحدث لقراءة فرق الجهد على المقياس النتائج تحتوي الليمونة على وسط حمضي آيونات حرة تساعد على التوصيل الكهربائي بين الألواح الفلزية مثل النحاس والخارسين في عملية انتقال الإلكترونات تفاعل أكسادة واغتزال ترجمة نانسي قنقر